السلام عليكم الله أعطيكم بالعافية أكيد يامس معنا عن الفرق بين التمرين بالأجهزة وتمرين بالأوزان الحرة وأنا شرحت بالسابق وأضعت أمثل على تمرين الصدر لعضلة الصدر اليوم بدي أحكي عن تمرين البايسيبس شو أفضلية الكابل عن الدمبل طبع هذا لا يعني أنه ما بلعب الدمبل بلعبه أحيانا بباب التغيير فقط ولكن أكيد الكابل فيزيائيين أفضل بكثير من الدمبل لأسباب راح أشرحها الآن الدمبل الوزن انتجاه للأسفل فأنت ما بترفع وين أقصى تنشين راح توصله أقصى تنشين هون زاوية تسعين عندما بتطلع هون كلما قرب الوزن أو جهة المقاومة أو جهة المقاومة نقطة المقاومة كلما قربت على المفصل اللي هو الزاوية المتكع عليها كلما صار التنشين بقل أقصد زيرو هون التنشين فأعلى تنشين عندك إياه هون وبنقطة الصفر ما في تنشين أساساً ولكن بنجي نحكي نفترضوا نحن ندرب اللونغ هيد طبعاً اللونغ هيد والشورتات مشلولوا مع بعض ولكن لما تكون الألبو لورا بهذا الشكل لونغ هيد راح يشتغل أكثر لهو الرأس الخارجي وكلما طلعت كلما تنشين زاد ولما توصل لهون لاحظوا الألبو لورا والمسافة بينه وبين السحب هاي السحب اللي تحت من هون فبعيد نقطة السحب أو المقاومة بعيدة عن المرفقة أو الزاوية فبالتالي انت هون في أعلى مقاومة فانت في نقطة القمة انت في أعلى مقاومة وكذلك الأمر لو انت لعبت هيك انت هون في أعلى مقاومة التنشين عالي مش صفر زي اللي ما بتلعب بالدمبل لما تكون انت في الأعلى هون فنسحب له هناك فاشوفوا المسافة ما بين هون والمرفق أعلى إشي أو أبعد إشي فبالتالي حتكون مقاومة بأعلى درجة لهذا السبب إحنا الكابل له أفضلية ولأنه في الوقت اللي بتستغرقوا انت تحت التنشين العضلة هو من العوامل المسؤولة عن البناء العضلي الهايبوتروفي أحد العوامل فانت هون هتحصل على تام اندرتنشين أعلى من الدنبل صلى الله وبرك إذا استفدتوا شاركوا فيديو مع أصحابكم وأكتبوا لي كومنت شو حابين أحكي كمان عن فيديوهات والسلام عليكم